أصدى الله وقاتكم عزيز المشاهدين أينما كنتم في جولتنا الاختصادية حيث ذكر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الرضان على همش افتتاحه مؤتمر ومعرض أربنت في دورته الثانية أن التجارة الرقمية في البلاد شهدت ازدهارا كبيرا حيث تخطط قيمة تعاملات شركة تقديم الخدمات المصرفية الآلية عبر الانترنت كينيت مليار دولار العام الماضي ووضح الرضان أن هناك توجه حكوميا لتخصيص بعض محطات البنزين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مضيفا أن هناك تنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد الآليات المعنية في هذا الشأن